شوف اللقاء ده كان متوقع لان كان فيه تمهدات عديدة جدا كان فيه سمعنا اخبار ان بشار الاسد واردوغان فيه فكرة انهم يلتقوا كان فيه لقاءات بين مسؤولين اتراك ومسؤولين سوريين طبعا اللقاءات دي كانت مهمة وتشير الى ان السياسة الخارجية التركية بيعاد تقييمها واحنا شوفنا بعد اخلافاتها مع دول الخليج ومع مصر ابتدت تعود وبتدت لقاءات وتتعامل القمة بعد عمليات دبلوماسية تمهيدية فاللقاء ده طبعا كان تمهيدي لربما في المستقبل لقاءات بين وزراء الخارجية وربما ينتهي بلقاء مع بشار الاسد اما في موسكو اما في مكان اخر فيبقى دي الاشارة مهمة هل هتحدث هل اللقاء ده يعني ادى جرين لايت لعملية عسكرية في المناطق الكردية موضوع ده صعب جدا لأسباب عديدة منها ان التواجد القوات الامريكية موجودة وامريكا مدتش خالص جرين لايت لتركيا في هذا الموضوع ايضا ما اعتقدش ان ده موضوع يعني مصارح حاليا لكن التهديدات اللي بيعملها اردوغان طبعا الاستهلاك المحلي ولكن ممكن طبعا يعمل ضربات جوية علشان يبان انه بيعمل حاجة لكن انها تتقور الى حرب تانية او اكتياح اعتقد ان ده موضوع صعب جدا مواقف دكتور سعيد مواقف الاطراف الدولية الاخرى لا سيما الامريكي والايراني مما يجري شوف روسيا في حالة ازمة بسبب اوكرانيا فهي مش عايزة الموضوع السوري ده يفلت منها وفي عايزة تهدي الاوضاع تركيا بتعتمد على الغاز والبطول الروسي والعلاقات استراتيجية ما تقدرش تزعل موسكو او تدخل في خلاف معين امريكا عندها طبعا رغم ان الاعلام الامريكي كل شيء بنتقد التواجد العسكري الامريكي اللي بيعتبرونه ملوش معنى ان احنا موجودين في سوريا وممكن نتعارض لمشاكل لكن انها لاسباب استراتيجية ما تقدرش امريكا تنسحب من سوريا وتترك الساحة لايران وروسيا فهي حتظل موجودة ايه موقفها من هذا الاجتماع هي بتراقب لكن هي معلقتش خالص رسميا على هذا الاجتماع لكن اذا كانت هيهدي الاوضاع ماشي لكن هل هيقوم بضرب المناطق الكردية ما اعتقدش امريكا قدتهم هذا الجوين لايت لان اي عملية ضرب المناطق دي هيصل ايضا الى القوات الامريكية المتودة هناك وده طبعا من المواقف الصعبة ايران اعتقد مبسوطة من اللي بيحصل لان الاجتماع ده تحت الرعاية الروسية ودي صديقتها وفيه تفاهمات بينهم وما اعتقدش ان هم القانين من هذا الاجتماع يعمل اي حاجة وعامة اي ضربة للأكراد في سوريا مفيدة لايران اللي هي ايضا بتضرب الأكراد في كردستان وفي مناطق اخرى فبالنسبة لها ما هواش مشكلة خالص لكن لا يوجد تهديد بالنسبة لهم لهذه اللقات يمكن اكتر الناس اللي حابوا القليم من هذا الاجتماع لاقتلاف المعارضة السورية دكتور سعيد البعض يعتبر ان روسيا في ازمة والنظام التركي في ازمة فلذلك لجأ الى مصالحة النظام او الحكومة السورية للخروج من هذه الازمة بالضبط طبعا موسكو ما في ازمة بسبب اوكرانيا تركيا عندها انتخابات والاوضاع الاقتصادية سيئة واحنا شوفنا التحولات الضخمة في السياسة الخارجية التركية السنة الماضية بكل تحولاتها كل مواقفه ابتدى يغيرها النظام السوري كمان في ازمة ازمة اقتصادية ازمة سياسية ازمة محدش بيدي اموال ما فيش اوضاع بتتحسن فطبعا اعتبروا ده اجتماع الدول المأزومة في موسكو فده الوضع لكن ده بقى تأثير على المنطقة ايه هنشوف بقى لكن من الوضع طبعا ان اكتر ناس هتبقى خسرانة هو الاقتلاف المعارضة السورية في هذه النقطة دكتور سعيد ما موقف المعارضة التي يعتبر النظام التركي الراعي الرسمي لها بعد التطبيع مع الحكومة السورية وهناك مظاهرات في الشمال السوري ضد هذا الاتفاق وهذا التقارب احنا شفنا قبل كده ان الدعم المالي للاتلاف السوري ابتدى يقل بقى له فترة فده يبقى مؤشر ايه انه زي ما تخلت على جماعات الاخوان المصرية في اسطنبول وراحوا حتا تانية يبدو انه مؤشر انه هم بيبعدوا عن هذا الاتلاف الا بعد الفصائل اللي هي موالية لهم قوي فممكن يبقوا معهم فطبعا ده يعني مؤشر بعدك نخده في الاعتبار فطبعا هو ازمة واحد حيب اخصان هو اتلاف المعارضة من هذه اللقاءات شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والاضاحات الدكتور سعيد صادق استاذ العلوم السياسية كنت معنا مباشرة من القاهرة شكرا جزيلا